هي الحياة من غير مشاعر يا جماعة تبقى حياة ما الراجل عنده مشاعر ما الراجل اللي برضه مش جبلة مشاعر مؤكيد الراجل برضه عنده مشاعر ايوه ابتدى ما استاذ محمد يسخل علي في الستوديو يقفش خلال ايوه انتوا بيبقى عندوكم مشاعر حلوة بس في الاول بس لكن الست بتفضل تهدي بقى اه بنا هقولك بقى ليه في الاول بس فكري في الراجل ان هو صياد والست هي السمكة فالراجل بيبقى طول الوقت هو عاوز الطاد ولولا ان فيه في الدين جواز ولازم تتجاوز وفيه قيود اجتماعية لازم تتجاوز ومش عارف ايه مكانش راح يتجاوز ودي حاولها لك من الاخر يعني ده جبت من الاخر من الاخر راجل لولا القيود دي مكانش حيتجاوز لان هو راجل عاوز يبقى حر لان راجل كمان بيفكر شوية برغباته اكتر من المشاعر وممكن ساعت الرغبات هي اللي بتحاول بعد كده المشاعر صح لكن دايما بتبدو اكد